اشتركوا في القناة أعضاء المجلس السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي بداية أن أراحبكم في زيارتكم الرسمية الأولى لوطنكم الثاني مصر عقب تواليكم رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني وإذ أتمنى لكم ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني التوفيق في مهمتكم الجديدة فإنني أودا أشد على أيديكم وأن أعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ولقاء على عاتقكم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق وأنا أؤكد لفخامتكم دعم مصر لجهودكم في سبيل التواصل إلى حل سياسي عادي ومسلام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة شعبكم الشقيق لقد حرست اليوم خلال مباحثتنا على التأكيد على موقف مصر السابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الرسخة والمتشعبة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق والشرعية اليمنية كما أكدت على دعمنا دعمنا الكامل لوحدة الدولة اليمنية والاستقلالها وسلابة أراضيها ورؤيتنا لما يوصله أمن والاستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر والعالم العربي بأسر كما أكدت على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن ورفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ونتاج مشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات السبا وعادت التأكيد على تحييب مصر بعلان الأمم المتحدة في الثاني من يونيو 2022 عن تنديل الاتفاق الهدنة في اليمن وتقديرنا لجهود الحكومة اليمنية الشرعية في احترام التزاماتها وفقا لمنص عليه الاتفاق ودعوتنا لكافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لما يوسره ذلك من تطور إيجابي يمكن البناء عليه لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن وأود في هذا الصدد الإشارة إلى استجابة مصر لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة بتسير أحلال تيران مباشرة بين مطاري قاهرة وصناعة انطلقت أول نحلة منها بالفعل في الأول من شهر يونيو الجالي حيث تأتي الاستجابة المصرية تأكيدا للحس على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحي كما أعردت خلال مباحثاتي مع شقيقي فخامة الرئيس رشاد العليمي عن أن مصر لن تتدخل وسعا في مساعدة اليمن الشقيق وأننا حريصون على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية وتقديم المساعدات الطبية والغزائية كما تدورنا في مناقشاتنا أهمية عزيز أجوه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة وليا تفعيل ذلك ولقد اتفقنا خلال النقاشات كذلك على ضرورة تغافر كافة الجود وتكثيف العمل المشارك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومديق باب المندب والخليج العربي وارتباط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين كما تناولت مناقشاتنا كذلك خطورة أزمة خزان صافر النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه وضرورة تضافر البهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين للخطة الأممية زيادة السلة أخي فخامة الدكتور رشاد العليمي يطيب لي أن أجدد مرة أخرى ترحيبي بكم وأن أعلم عن تقديري لشخصكم الكريم معيدا للتأكيد على موقف حصر القائم على دعم وحدة الدولة اليمنية والاستقلالها وسلامة أراضيها ودعم مؤسستها الوطنية الشرعية وحس بصر على دعم جهود تحزيز السلام والأمن في اليمن الشقيق لقد كانت اليمن دوما حاضرة زاهرة وبوابة كبرى من بوابات العروبة والحضارة الإنسانية ككل وإننا في مصر على ثقة بأن اليمن بقدرة شعبه والسناد إلى تاريخه العريق ودعم أشقائه هنا في مصر وفي العالم العربي سيتجاوز أزمته سريعا ويعود إلى موقعه الأساسي والطبيعي مستقراً وآمناً ومزداماً إن شاء الله شكراً بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الله الرئيس عبدالبهتاح السيسي رئيس المورية مصر العربية الشقيقة أخوة الحضور جميعاً يسعجني أن أتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذي كان إلى جانبنا دائماً دفاعاً عن الجمهورية في الشمال واستقرار جنوبنا الحبيب من الاستعمار وكانت مصر الدولة التي أسهمت في النهضة ويعادت بناء مؤسسات الدولة عام 1962 وإسقاط الإنقلاب المدعوم من إيران كما تحتضن مئة العلاق من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل مع استحالة مع استماثة الجماعة الإنقلابية لحملتها الوحشية في ملاحقة المعارضين لهجمتها المتخلفة التي يريد لنا العودة إلى عصور ما قبل الدولة الوطنية وما قبل التاريخ ضد المساواة والعدالة وسيئة القانون إن مصد تكتب اليوم التاريخ من جديد من نهضتها وتماسق شعبها والالتفاف حول قيالتها السياسية ممثلة بأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صار مثالاً للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز ومرهم لنهضة عربية حديثة إن شاء الله لقد تحدثت لفخامة الأخ الرئيس حول مستجدات الوطف في بلادنا والجهود التي يبدلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والخدمي والتوحيد المؤسستي للجيش والأمن وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم من أشقائنا في جمهورية مصر العربية كما أكدنا تعاطينا الإيجابي مع كافة مساعي السلام بالتنسيق مع التحالف في دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين لم يبخل أبداً في تقديم كل أشكال الدعم والمبادرات من أجل الإنهام وعاناة شعبنا كما نقلنا لأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامننا مع حقوق مصر المائية وأكدنا في كافة المحافظة الدولية والأقليمية موقفنا الثابت والداعم إلى عجال مصر وشعبها وحقوقها المشروعة تطرقنا للمحاطر المحلقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران وأيضاً عبر البحر الأحمر وبدأ باب المندب إضافة إلى ما يمكن أن يمثله إنهيار ناقلة صافر من كالثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر وكما تفضل أخي خامة الرئيس فقال أكد لي بأن أبنى اليمن جزء لا يتيزى من أمن مصر ودول الجوار والمنطقة برمتها تطرقنا أيضاً إلى فرص تعجز التعاون بين بلدين والاستفادة من التقريبة المصرية الرائدة في قطاع الخدمات بما فيها التعليم والصحة وإعادة الإعمار والتسهيلات الإضافية لرعايا للمقيمين والوافدين إلى أرض نصر الشقيقة وهناك عدد من المذكرات التفاهم سيتم التوقيع عليها من قبل الحكومتين في الوقت القاني بالعاجر أشكر لكم حسن الضيافة وشكراً لمصر وشعبها وحكومتها شكراً اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر